الأهل هيسافر الاثنين وأول تدريب ليه هناك في السعودية يوم الثلاثة وفي نفس اليوم الجهاز الفني للأهل هيحضر مباراة اتحاد جدة وأوكلاين سيتي من الملعب وهتتضرب أربع وخميس والمطش يوم الجمعة حتى التدريب الأساسية الأهل يختارون أن يتضرب الساعة ستة مش في نفس توقيت المباراة الساعة تمانية في توقيت تمكة المكرمة استعداد الجهاز الفني تمانية تسعة طريق فاصل المطش يوم الجمعة 15 ديساندر تمانية بتوقيت القاهرة تسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية التوقيت اللي هيسابر فيه الجهاز الفني والمباراة اللي هيحضرها هناك جهاز فني فقط مش اللي يعطين هل شايف كل دي أمور ممكن تساعد الجهاز الفني هو يطاق أقلم ويبدأ يخش في أتموسفير البطولة بصوا أكيد طبعا الجهاز الفني بيتفرج على تحاد جدة بالو صدر يوفي وأكيد متابعينهم وقالليسة بلعف الدورة السعودي وخصر جدا أكيد يعني هو متابع الفريق وعارف إن هم أتحاد جدة السنة دي عندهم كم هائل من المشاكل في ناحية الدفاعية طبعا عاوت أحمد حجازي يفترض إن هي تكون أضافة بس تجاهد يقدرش تحكم على أداء أحمد حجازي بالزبط إنه هو لسه يراجع من الإصابة وحتى طبيعي إنه هو بعد فترة غيابة طويلة دي هتلاقي أحمد حجازي حازر جدا جدا في الداخلات تمام؟ طيب لكن أكيد مع ده هم الرؤية من الملعب أكيد مختلفة وطبعا فكتك تسافر يوم الاثنين أنا بشوف أنها فترة سنحة كويس إنت برضو جدولك مضغوط فتسافر الاثنين تتمرن ثلاث أربع خميس وتلعب جمعة ده أعتقد وقت كافي واحد طبعا برضو أجواءنا زي السعودية أكيد سواء كدرجة حرارة سواء كضغط أكسوجين ما عندناش نفس المشاكل اللي بنواجهها في أفريقيا مثلا من روح بريتوريا والحالة لما روحنا تنزانيا والرطوبة هناك كانت حاجة كل الراجعين من تنزانيا بيقول لي الرطوبة هناك يا كريم لا ما حدش استحنا أنت تفاجأت الفيديواتنا مش شايف أنت تتفارج بس لكن في الملعب لا تتخيل إحمد درجة بعد خمسين ستين ديئة جسمك والرأتك ما تقدرش تستحق يعني الأكسوجين فعلا بيقل وده بيأصف الأداء أيا كان كل الظروف وجهة نظري يعني المحيطة بالمباراة كويسة أنت بس فكرة كيف ستتعامل مع فريق فعلا مع أوراق عالمية تتكلم في كانتي وكريم بنزيمة وكريم بنزيمة خلاص أكيد درجة كريم بنزيمة أكيد هو طبعا غاب مطش دمك الأخير بس تأكد خلاص من يوم في المية أن كريم بنزيمة هيكون موجود في مباراة أوكلاند يوم الثلاث وبالتالي خلاص يبا هو تتأكد مشاركته في مطش يوم الجمعة إن شاء الله قدام الأهل بعد هم يكسبوا أكل فهي الفكرة ببساطة كيفية التعامل مع هذا الفريق وإزاي فعلا 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 أنت تحاول تغلطهم أكتر ما أنت بتحاول أنت تجيد عليهم أنا فوجة نظري الأسلوب الأمس لمواجهة الحاجة جدة أنك تحاول تغلطهم ما لعبش معه مستحواز أكيد فعش نعم معه مستحواز خالص أنت محتاج أن أنت تغلطهم محتاج أنت أعرف إحنا محتاجين نعم مع التحاد جدة اللي الأندي الأفريقية بتعمله معنا تستنات أه أنت ما يفعش مش تبادر المبادرة فوجة نظري يبقى فيها مخاطر يعني أنت بتتكلم مع نوعية لعيبة ما عندها نسبة أو أكيد عنهم نسبة خطأ بس ما ينفي من نسبة خطأهم أقل بكتير منك أكيد 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 كريم بن زيمة جيله مثلا أربع فرص محققة في المباراة هيجيب تلاتة إلا ما يجابش اللي أربع كاملين فعامني؟ مقطة مهمة إزاي أنت النهاردة تحاول على قد ما تقدر أن أنت تقرأ التحاد جدة بشكل كويس وتتعامل معهم بريقة موازمة إن شاء الله كريم أنا أشكرك شكرا نزيح وبإذن الله تكون حلقة كده تفاقل على مباراة التحاد جدة إن شاء الله وانيفر شوال ما لف الأفريق لغاك لما نشوف اللي جاي إن شاء الله شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء